تجمع الدراسات على إمكانية مساهمة الممارسة المنتظمة لرياضة الجري في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل خاص إلا أن المبالغة في ممارستها تضر بالصحة التفاصيل مع ديمنج تشكل ممارسة التمرين الرياضية عاملا هاما للحفاظ على صحة الإنسان وما يعزز أهمية ذلك نتائج دراسات عالمية كثيرة كان آخرها دراسة دنماركية أوضحت بأن الهرولة تحسن وظيفة القلب وكمية الأكسجين وتقلل ضغط الدم وعلامات الالتهاب وأنها تزيد من حساسية الأنسلين وتقللها شاشة العظام كما تساعد على منع السمنة وتجلط الدم إلا أن البعض يشك من تسارع ضربات القلب عند محاولته أداء التمرين الرياضية وتكون ردة الفعل لديه سريعة باتخاذ قرار التوقف فورا عن هذا النشاط خوفا من إلحاق الأذى بنفسه وفي الحقيقة فإن ضربات القلب عند من لا يمارس الرياضة بشكل منتظم تتزيد تلقائيا عند القيام بأي مجهود بدني وهذا يدل عادة على ضعف اللياقة البدنية وبحسب المختصين فإن على الشخص ألا يقطع هذا النشاط بل يواصل عمله ولكن بمعدل بطيء يرفعه تدريجيا على مدى أسابيع أو أشهر كي ينمي لياقته الصحية العامة ويحسن من وضائف قلبه وينصح خبراء الصحة بضرورة ممارسة الرياضة البدنية ومنها الجري على الأقل من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا بمعدل من 25 إلى 50 دقيقة في كل مرة في الهواء الطلق وعلى الرغم من أن مخاطر الإصابة بسكتة قلبية أو دماغية لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أقل بنسبة 30% مقارنة مع الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة إلا أن تجاوز عدد معين من الساعات أسبوعيا أو يوميا يمكن أن يرفع من احتمال الإصابة وفي هذا السياق أجرى باحثون دنماركيون تقييم للعلاقة بين الجري وحالة الوفاة واكتشفوا بأن معدل الوفيات لدى الأشخاص الذين يبالغون في ممارسة الجري مماثلة للذين لا يمارسون هذه الرياضة استعانى المشرفون على الدراسة ببيانات 1098 من ممارسي رياضة الجري الأصحاء و3950 من ممارسيها الذين يعانون من أمراض صحية معينة وسجلوا معدلات منخفضة لحالات الوفيات وسط الذين يمارسون رياضة الجري أو رياضة المشي السريع مرتين أو ثلاث مرات ومعادلات مرتفعة للذين يمارسونها لأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع لذا نصح بعدم ممارسة رياضة الجري لأكثر من ساعة في اليوم ولأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ليستفيد جسم الإنسان دون تعريضه للمخاطر